نفى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وجود أي قوة عسكرية تابعة للتحالف في العراق وقال نائب قائد قوات التحالف في العراق اللواء كيفين كيسي خلال لقائه بمستشار الأمن الوطني قاسم العرجي قال إن مهام قوات التحالف انحصرت بالاستشارة فقط وتقديم الخبرات دون أي عمل عسكري من جانبه أكد مستشار الأمن الوطني قاسم العرجي أن قدرات القوات العراقية تطورت بشكل ملحوظ وأصبحت مستعدة لأي طارق والتصدي للإرهابيين وملاحقتهم أينما كانوا